موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الأفاضل إلى هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف خلاله الأستاذ محمد أوجار رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان أهلا بكم أستاذ أهلا وسهلا واسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي بأن أكون ضيفا على قناة العيون هذه القناة النشطة والدينامية والتي نعتزبها أهلا العفو أستاذ نستضيفكم على هامش تنظيمكم لخلوة علمية بالعيون السبت حول القضية الوطنية والسؤال الحقوقي إشكالات المرحلة وتحديات المستقبل لنبدأ بإشكالات المرحلة لو تفضلتم ما هي إشكالات المرحلة التي تطبع المجال الحقوقي في المنطقة هذه الأيام أعتقد أولا أن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء فتح مجالا جديدا في التعاطي مع القضية الوطنية الأولى وأنهى بشكل صريح احتكار هذا المجال السيادي من طرف عدد من الدوائر وفتح كل الفضاءات أمام كل الإرادات الطيبة الراغبة في الإسهام الإيجابي واعتبرنا في مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان أن مسلسل الدفاع القضية الوطنية دخل منعرجا حاسما بالغ التعقيد باستغلال خصوم بلادنا لورقة حقوق الإنسان من أجل النيل من المغرب ومن أجل إضعاف مواقفه القوية واعتبرنا بناءا على تحليل موضوعي بما أن جلالة الملك فتح الباب أمام كل فعاليات للمساهمة أنه لابد للأسرات الحقوقية خاصة الأسرات المدنية وغير الحكومية أن تدلي بدلوها في الموضوع وأن تسهم وأن تعبئ كل الطاقة في البلاد برؤية جديدة وبمنهجية جديدة تعتمد الصدق تعتمد مكشفة الرأي العام والمجاهرة بالحقائق والتعاطي مع كل الأوضاع برؤية إيجابية خدمة للمصالح العليا للبلد تحدثتم عن المكاشفة والمصارحة ما هي أهم الأسئلة المطروحة والتي طرحت للنقاش خلال هذه الندوة وفي الواقع الندوة بسرعة تحولت إلى جلسة إلى ما يشبه جلسات الاستماع العمومي حيث فوجئنا بشكل إيجابي بالحضور النوعي والمكثف لكل تشكيلات الطيف المدني والحقوقي في السعراء وباللغة الجريئة التي يقارب بها الحقوقيون والمدنيون في المنطقة إشكالة المرحلة فهناك شعور عام تكون لدينا بضرورة الشروع في بناء علاقات جديدة مع الساكنة ومع المواطنين على قاعدة استرجاع ثقة وبناء ثقة بين كل مكونات المجتمع وبين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة وهذه الثقة لا يمكن أن تتأسس إلا بناء على ما يرسخه الدستور الجديد من تحديد للمسؤوليات من توزيع للمسؤوليات من ربط للمسؤولية بالمحاسبة ومن تمكين المجتمع المدني بنسائه وشبابه من الإسهام في صياغة ورسم السياسات العمومية تتحدثون سيد الرئيس عن خصوصية الوضع الحقوقي في الصحراء تتحدث عنه مجموعة من الجهات ما هي مميزات هذا الوضع أنا لا أؤمن كثيرا بمسألة الخصوصية نحن بلد في طور الانتقال نحو الديمقراطية ومراحل الانتقال في العالم تطرح أسئلة بالغة الحساسية على اعتبار أننا الدولة تحاول أن تخرج من سنوات الرصاص من مرحلة الاستبداد من مرحلة التحكم الإداري في المواطنين إلى مرحلة احتكام الجميع للقانون وتوسيع الحريات وتوسيع حقوق الإنسان وتوسيع فضاءات المشاركة السياسية أمام كل المواطنين إذن المغرب دشنا سياسة حقوقية جريئة حقيقة وبشرة جلالة الملك منذ توليه العرش هذا الموضوع بجرأة بشجاعة سياسية وبكثير من الجدية مكنت بلدنا من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة من دسترة الأمازيغية من تكريس حقوق المرأة إلى آخر على مستوى الأجراء والتنفيذ هذه المبادئ النبيلة الكبرى لم تجد في كل المناطق التنفيذ الجيد الذي تستحق وخلفت كثيرا من السلبيات إضافة إلى بعض الممارسات الفردية لبعض الصلاة ولبعض المسؤولين والتي خلقت الانطباع بأن المغرب لم يستكمل مصره الحقوقي وشوشت على صورة بلادنا وأعطت الدلائل الموضوعية لكثير من الذين ينوئوننا تحدثتم عن هذه الممارسات الفردية وهي ما أقصد بهذه الخصوصية في موضوع التعاطي مع حقوق الإنسان هذه الممارسات الفردية التي بين الفينة والأخرى نشهدها في المنطقة تجد لها صدن في نيويورك وفي جونيف هذا التوظيف السياسي ونحن كحقوقيين شرفاء لا يمكن أن نقبل بأن تمتهن المرأة لا يمكن أن نقبل بأن تمس كرامة الناس لا يمكن أن نقبل سواء في العيون في الدخلة في تطوان في وجدة في قلمة على امتداد الطراب الوطني أن يعامل المواطن من طرف المكلفين بإنفاذ القانون معاملة سلبية إذن استمعنا هنا إلى شكاوي عامة عامة حول وجود خروقات لحقوق الإنسان وأعتقد أنه لا بد من التذكير أن مغرب محمد السادس وكيفما كانت الظروف لا يمكن أن يقبل بأن تمتهن نساؤه وأن يضرب الشباب في شوارعه وأن تقمع ممارسة الحريات سواء حرية التعبير أو حرية التجمع أو حرية تضر في المقابل كذلك لا بد أن يعبر المجتمع بكل تنظيماته وهو يمارس هذه الحقوق في ذل الدستور عن احترامه للقانون وعن احترامه للمؤسسات لأن الحقوق تقابلها الواجبات والحريات لا تتم إلا في إطار المسؤولية وإلا في إطار الدولة وبناء حقوق الإنسان هو عمل تشاركي تراكمي بين السلطات العمومية بين المواطنين والأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني لا يجب أن يخضع هذا الموضوع للتسيس أو للتشويش السياسي نحن ندافع عن الحقوق على امتداد ترب المملكة المغربية وأيا كانت درجة ومستويات الذين يقدمون على خرق هذه الحقوق أو يتغضون علىها إذا نحن اليوم نريد أن نذكر أن المغرب يعيش في ذلك دستورين جديد وأن حامل حريات وحامل حقوق وجلالة الملك محمد السادس وأن المملكة لها من المؤسسات الدستورية والسياسية المعنية بالحماية بما يمكن جميع المواطنين من الدفاع الذي نرفضه هو أن يتم هذا الاستغلال السياسوي لصالح أطروحات وأجندات أجنبية تخريبية لا تستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان بقدر ما تستهدف الإساءة لصورة المملكة وخدمة أجندة أجنبية أثرتم كما أثير خلال الندوة على أن هناك إشكالات شابة التنزيل الجيد والحكيم لما جاء به الدستور 2011 كإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات وطنية أخرى مشابهة كمؤسسات الوسيط وحتى دستر التوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما أثير خلال الندوة ما هي رؤيتكم لضرورة تنزيل حكيم جيد لهذه المقتضايات وتنفيذها على أرض الواقع أولا لابد أن أشيد بكثير من المبادرات والجهود التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومنظمات المجتمع المدني والدولة المغربية بصفة عام ورغم أهمية المكاسب وأهمية هذه المنجزات أو تبع الحال تظل طموحات الناس وطموحات المواطنين أكبر بكثير مما يتم إنجازه على الأرض وأن هذه الإنجازات على الأرض أحيانا ترافقها أو تشبها بعض السلبيات وبعض التصرفات الشخصية اللامس فلابد أن ونحن اليوم في العيون بكل رمزية العيون أن نقول أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس بميلاد هيئة الإنصف والمصالحة والتوصيات هذه الإنصف لابد أن نجدد تضامننا مع كل الأصوات التي تعبر هنا في العيون وفي الضار البيضاء وعلى امتداد التراب الوطني أنه لابد من التنفيذ الكامل لكل التوصيات وأنه لابد من مواصلة التعبئة من أجل أن تجد هذه التوصيات روحا وتوصيات وفلسفة عما التنفيذ الذي تستحق لابد أيضا أن نرفع اللبس على أساس أن حقوق الإنسان هي غير قابلة للتجزئ هي متكاملة فهناك الحقوق السياسية والحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية ولابد أن نقول أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجزء كبير من شباب الأقليم يولد احتقانا اجتماعيا يولد شعورا بالغبن يولد انتقاصا للكرامة وبالتالي أن الشباب في وضعية إيز في وضعية بطالة بالتبع الحال يستحق مننا جميعا أن نتعبأ سلطات وأحزاب ومنتخبين لكي ترفع حالة التهميش لكي يتم إيجاد الحلول القادرة على إخراج هؤلاء الشباب من أوضاع الفقر والبؤس والبطالة إذن الحقوق السياسية أنجزت في جزء كبير منها والحرية منتشرة في البلاد ومحترمة كي يبقى أنه لا بد أن نضع في أولوية السياسات العمومية للحكومة اليوم أن هناك حقوقا اقتصادية وهناك حقوقا اجتماعية ما زالت تنتظر التنفيذ وما زالت تنتظر من جميع التعبئة حتى يشعر الإنسان بمواطنته وبكرمته الكاملة أي أنكم من الأصوات التي تقول على أن إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية حتى في جيلها الثالث أنه هو المدخل لرأب الصدع ولإيجاد الحلول لمختلف القضايا المطروحة محلية أعتقد أنه لا بد أن نقول بكل مسؤولية وبكل نزه أن الأقاليم الجنوبية تستحق من الحكومة ومن السلطات العموية عناية خاصة لتراكم الأخطاء ولتراكم المشاكل ولوجود وضعية اجتماعية محتقنة فأعتقد أنه لا بد أن تبدل جهود وجهود كبيرة لأن هذا الوضع للاحتقان الاجتماعي وهذا الوضع عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية كثيرا ما تستغل في تأويلات أخرى وفي اجتهادات مغرضة وأحيانا تدفع تحت تأثير ضغط هذا الاحتقان إلى بعض التصرفات التي لا نرتضيها لمواطننا نحن نقول أن المغرب اليوم بإرادة جلالة الملك وإرادة الشعب المغربي يحاول أن ينتقل إلى بناء مملكة الجهات إلى بناء مملكة الديمقراطية والحريات ولابد أن نقول أيضا أن مبادرة الحكم الذاتي إطار واسع لتمكين عبقرية المنطقة من التعبير عن نفسها من تمكين الساكنة والمواطنين من المشاركة في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن لا يمكن أن يظل الحكم الذاتي خطابا سياسيا معلقا نقرأه في نشرات الأخبار لا بد أن نجتهد لكي يتحول هذا الحكم الذاتي إلى واقع فعلي يومي وأن تجتهد العبقريات الحقوقية والمدنية والسياسية في تأثيث هذا الحكم بما تعتقد أنه يعبر عن ذاتها وعن هويتها وعن طموحتها لأن المغرب تمكن من تدبير ما يسمى بالربيع العربي بذكاء كبير والجرأة الاستباقية لجلالة الملك وطموحه الديمقراطي مكن المغرب من إنتاج تجربة سياسية وديمقراطية متميزة وتكفي المقارنة مع الأوضاع السائدة في جوارنا وفي منطقتنا إذن هذا الدستور لا يمكن هذا الدستور يحتاج إلى إرادتنا جميعا يحتاج إلى تعبئتنا جميعا يحتاج إلى نضالاتنا جميعا المغرب ملكية دستورية برلمانية تعلن بوضوح إرادتها في بناء ديمقراطية وفي بناء دولة الحق والقانون بطبيعة الحال هناك لوبيات هناك تيارات هناك مصالح هناك اجتهدات لا بد للشباب وللنساء ولكل الفئات والحساسيات في المغرب أن تتعبأ في صف واحد دفاعا عن بناء الديمقراطية وعن بناء المؤسسات وشفافية الانتخابات إلى آخر فالحكم الذاتي كمبادرة حضرية في هذا السياق السيادي والديمقراطي للمغرب حقيقة سينتج إطارا دستوريا سياسيا سيمكنه من معالجة هذه الاحتقانات ومن معالجة كل هذه الأسئلة هذا نضعه ضمن مقاربة حقوقية ترتقي فوق الخلافات السياسية لأن الأساس هو التعاقد مع المواطن الأساس هو أن يشعر المواطن أن حقوقه محترمة وأن لا أحد يجرؤ على خرق القانون وعلى امتهان كرمته أن كل المسؤوليات وكل المسؤولين يخضعون للمحاسبة ويخضعون للقانون وأننا جميعا سوسية أمام القانون لكي تتطور الديمقراطية لكي ننجح في التنفيذ الجيد للدستور يجب أن نخرج جميعا من سلبيتنا أن نخرج إلى مرحلة القوى الاقتراحية الإيجابية التي تستقوي بالدستور على كل الإحباطات لإنتاج تجربة متميزة تؤكد للعالم أن مغرب محمد السادس لن يكون إلا مغربا لاحترام حقوق الإنسان ومغربا للحريات ومغربا لتألق الجهات تحدثتم في سياق جوابكم هذا على أنه هناك تحديات مستقبلية الشعار كان إشكالات المرحلة وتحديات المستقبل لننتقل إلى هذه التحديات تحديات المستقبل بالنسبة إليكم حارقة أولا لابد أن نستحضر أن المغرب مستهدف وأننا في منطقة جيوستراتيجية بالغة تعقيد وبالغة الحساسية وهذه ليست خطابا ديماغوجيا لتخويف الناس ما يحدث في جوارنا من قلاقل ومن هزات ومن اختراقات للإرهاب ومن اختراقات للجريمة الدولية ولكل مضاعفات الهجرة السرية يجب أن يشعرنا باستعجالية أن نعيد النظرة في تصحيح أوضاعنا الداخلية أيضا تواجهنا أسئلة يرفعها الجيل الجديد اليوم على النخبة السياسية الحاكمة أن تدرك أننا نعيش في مجتمع مغربي جديد في بيئة جديدة العالم تغير ومن الطبيعي أن شعبنا تغير وأن مجتمعنا تغير وأصبحت له مطالب أخرى وأصبحت له أسئلة أخرى وأصبحت له تعبيرات أخرى يجب أن نفسح كل المجالات لتجديد النخبة لكي يجد هذا الشباب الطموح وهذه الأجيال وهذه الطاقات المكانة التي تستحق في دوائر القرار السياسي في دوائر القرار الحزبي في المؤسسات المنتخبة في المجالس في البرلمان في الإدارات العمومية لكي يتولى هذا الجيل الجديد الاجتهاد من أجل تقديم الإجابات التي ينتظرها المواطنون هذه التحولات لكن إذا سمعت أستاذ هذه المؤسسات الوساطة يعني كمجتمع مدني كيف سيصل صوت هذه الفئة أو تلك إلى النخب الحاكمة في الأحزاب السياسية وفي دوائر الدولة أين هي مؤسسات الوساطة؟ هل هي قائمة بدورها؟ أم هناك تقصير؟ أم لا؟ لا بد أن نقول بكل موضوع أن هناك ارتباك كبير في مؤسسات الوساطة وأن كثير من مؤسسات الوساطة تحولت إلى دكاكين وحتى لا أقول شيئا آخر تحولت إلى قلاع مغلقة قلاع مغلقة يتحكم فيها عدد قليل من الأشخاص وعدد قليل من الأفراد وأن المواطنين يشعرون بالعدام التواصل وبالفجوة الكبيرة بينهم وبين هذه المؤسسات التي يجب أن تكون مؤسسات وسطة ولكن على مواطنين وعلى الشباب خاصة لا يتوهموا بأن هناك من سيفتح لهم الأبواب ليرحبهم بالعكس التطور الديمقراطي يحتاج إلى نضالات يحتاج إلى كفاحات يحتاج إلى مبادرة ويحتاج إلى جرأة من هذا الشباب لكي يشتغل عبر المؤسسات التغيير الديمقراطي الناجع هو الذي يتم من داخل المؤسسات هو الذي يخترق هذه المؤسسات ليجد له مكانا فيها وأعتقد أن المغرب اليوم بكل ما يعرفه العالم من تحولات استخلص الدروس واستخلص العبار وأن حتى الانغلاق الذي كان سائدا بدأ يتذبذب ونلمح اليوم فجوات وفضاءات وإن شاء الله ستتحول هذه الفوجوات إلى أبواب مفتوحة لكي تدخل منها أمواج وأفواج الشباب والنساء والمهمشين إلى هذه المؤسسات لنعود إلى مركزكم وإلى أنشطته ما هي برامجكم المستقبلية سيد الرئيس؟ لا بد أن أقول أن هذه مؤسسة صفية في علاقة مع الموضوع وجمعية غير حكومية بسيطة نحن نشتغل على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واشتغلنا كثيرا على إكرهات التحول الديمقراطي في إفريقيا في مصر وليبيا وتونس وموريطانيا والمغرب واشتغلنا على امتداده هذه السنة على ورش آخر هو تنزيل الجهوية هو الانتقال من مغرب المركز مغرب الذي تتحكم فيه إدارة الربط في كل شيء إلى مغرب الجهات وأيضا نشتغل على الأسئلة الحقوقية بتعقدها وإن شاء الله سنحاول أن نعود من جديد عددا من المرات إلى هنا لبناء شراكات مع مؤسسات المدنية والحقوقية في العيون ولتنظيم سلسلة من المبادرات لأننا نشعر بأنه لا بد أن نساهم في إنهاء أزمة الثقة لا بد أن نسعى جميعا لبناء علاقات الثقة على قاعدة المصداقية والوضوح والشفافية نحن لا نمثل أحدا ولا نخدم أجندة معينة إلا أجندة تعبئة الطاقات لتنفيذ الدستور ولجعل المغرب الجديد مغربا للحرية والديمقراطية ولا بد من الإقرار بأن لنا مشاكل ولنا صعوبات في تدبير كثير من ملفات وأن صلاحنا الوحيد لمواجهة القلق والإحباط والصعوبات هو مزيد من الحريات مزيد من الحقوق ومزيد من التعبئة لكي يحترم الجميع القانون يجب أن نبعث إلى شبابنا رسالة أمل ورسالة ثقة في المؤسسات ورسالة على قدرة بلادنا على تمكن الجميع أن يعيش بكرامة هناك عدد كبير من المحبطات والعرقيل وهي الطبيعية قوتنا هو تلاحمنا الاجتماعي وهو الإيمان القوي للملك محمد سلس بالديمقراطية وبحقوق الإنسان ومساندته المطلقة لكل المبادرات في هذا المجال سيد الرئيس ترأسون مركزا اسمه مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان تحدثنا بما فيه الكفاية عن المشاريع الديمقراطية وعن وضع حقوق الإنسان لنعرش شيئا ما على الإعلام إن تخبتم مؤخرا رئيسا للتحالف العربي للمدافعين عن حرية الإعلام وعضويتكم في الهيئة العليا للسمع البصري تجعلكم عن قرب مع مختلف القضايا المطروحة إعلاميا والإعلام في تناوله لقضايا المنطقة هو يعني جزء لا يتجزأ من هذه الدينامية ما هي رؤيتكم للمشهد الإعلامي في المنطقة واستغلاله أحيانا وتارات أخرى في قضايا حقوق الإنسان يعني المسارة في المنطقة أنا أعتقد أنه لا ديمقراطية ولا دفاع ولا نهض بحقوق الإنسان إلا بشراكة حقيقية مع الإعلام الإعلام هو المرآة التي يرى المجتمع فيها نفسه ومشكله ووجهه والإعلام المغربي لعب أدوارا مهمة وطلائعية للدفاع عن احترام حقوق الإنسان للدفاع عن ديمقراطية للدفاع عن الحرية اليوم لا بد أن يواصل هذا الإعلام رسالته بمسؤولية وأن يفتح أمام بلادنا أفاق الفعل الديمقراطي والفعل الحقوقي نحن نركز كثيرا على بناء منظومة لأخلاقيات المهنة والالتزام المهنيين بمواثيق أخلاقية وأيضا بالتكوين والتكوين في كل المجالات الجديدة للارتقاء المهني بمستوية الأداء الصحفي في مؤسستنا الإعلامية وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله مع جامعة بن زهير في قدير بالتعاون مع خبرات كندية وفرنسية وعربية سننظم تكويلا في إطار مصدر الإعلام نشتغل في مبادرة أخرى لترقية والنهوض بالثقافة الحقوقية لدى الفاعل الإعلامي نفسه لكي يستحضر حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان ولكي لا يتحول أحيانا العمل الإعلامي إلى وسائط جديدة لخرق الحريات والاعتداء على كرامة الناس وعلى حياتهم الخاصة إذن تدخل الانشغال الديمقراطي والحقوقي يفرض علينا يفرض علينا انفتاحا كبيرا على الإعلام وانخراطا في الخريطة الإعلامية المغربية بما يخدم القضية الحقوقية والقضية الديمقراطية والحقيقة نجد تجاوبا كبيرا لدى المهنيين المغرب للاهتمام بالانشغال معا وبتحول وسائط الإعلام إلى حامل جديد للثقافة الحقوقية والانشغال الديمقراطي على بعد ساعات من مغادرتكم للعيون على أمل عودتكم مجددا رسالتكم الأخيرة للشباب في المنطقة ولمختلف الفاعلين في القضية الوطنية أنا أقول أن السحراء هي مستقبل المغرب ولا يجب أن ننظر إليها كمشكل بل يجب أن ننظر إليها كفضاء إيجابي سيطور العمل الوطني في كثير من القطاعات السياسية والاقتصادية ولرمزية العيون آمل أن يتمكن الأشقاء في الجزائر من الخروج من وضعيتهم الصعبة ومن تطليق كثير من الأوهام كثير من الأوهام التي أنتجتها الثقافة العسكرية والثقافة المتحكمة في المؤسسة العسكرية لأن هذا المغرب الذي نبنيه بطموح ديمقراطي بحاجة إلى فضاء مغربي نقتسم معه نفس القيام ونفس الطموحات أمل أن تلتحق الجزائر بالدعوة المتكررة للمغرب لبناء فضاء مغربي كبير نعيش فيه جميعا يدا في يد وفي وئا ولكن لا يمكن أن نفكر في مشروع وحدوي بحجم المغرب الكبير والجزائر تعبئ كل الطاقات لتجزئة المغرب وللنيل من وحدته الترابية فللجزائر ما يكفي من المشاكل ما يكفي من المشاكل وعلى حكام الجزائر اليوم أن ينتبه إلى أن هناك أولوية أخرى هي حق المواطن الجزائري في أن تعبئ طاقات بلاده من أجل التنمية ومن أجل حقوق الإنسان عوضة تبذيرها في استراتيجيات أكدت تطورات العالم أنها لا يمكن أن تتحقق إذن أوهام المؤسسة العسكرية تسيء لنا وتسيء لشعب الجزائري ولحقوقه في التنمية وفي الكرامة وفي الحرية أستاذ محمد دوجار رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان شكرا لكم على هذه التوضيحات وعلى هذا اللقاء شكرا لك وشكرا لقناة العيون ولكل مشاهدي هذه القناة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذا اللقاء الخاص الذي استضفنا خلاله الأستاذ محمد أوجار رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان دمتم في رعاية الله وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر